أنا عندما أقول الزعيم البطل الذي أنقذ الجزائر خالد نزار خالد نزار قدس الله سره أنا أقولها المباشر قدس الله سره لو كان جاء في وقت الصحابة لو كره صحابي لأنه أنقذ الجزائر من هؤلاء المتطرفين الإرهابيين القتلة لو لا تدخل خالد نزار وتحمل المسئولية كوزير للدفاع قائد أعلى القوات المسلحة يعني في ذاك الوقت ما كانش عندنا رئيس الجمهورية رئيس مجلس أعلى للدولة قوات المسلحة والجيش وأمن البلاد كله تحت مسئولية وزير الدفاع لو لا وزير الدفاع خالد نزار لما تم إنقاذ الجزائر الناس خممت خططت سمعوا شي يجاوب حسين هارون أسمعوا هذا رأيه ضابط في المخابرات أنت وش هو؟ أنت مجرد واشي هذا كان ضابط رأي نصحابه ذلك الآن جنرالات أنت يا كنت مجرد واشي ودكتور وكان مكلف بميلف من أخطر الملفات في الجزائر هل سمعوا شي يادر عليه؟ حسين هارون أنا ماذا بيه كاش نهارون نطلعه في اللايف المباشا عزمت وانطلقت في أبرز مشروع اللي هو المشروع النووي الجزائري لكن لكن نزار الحركي نزار الخبيث نزار وليد الحرام لأنه باذا حركي وجده حركي نزار لي أجبر عفوا نزار لي أجرب حاشاكم اللي أجرب كلب جزائري أطهر منه وأشرف منه ومن زريعته سمعت أجرب كلب من زريعته متأمنين من زرعه كان بالمريصاد هو جماعته هاي شيش شيش دير رده على حسين هارون هاي شيش كان بالمريصاد هو جماعته لهذا الرجال هادو والرجال هادو دفعت الثمن دفعت الثمن الغالي بحياتها ونذكر هادو الحاديثة بالذات في هادو الوقت بالذات لأنه عندها في هادو الوقت ثلاثين سنة من اللي تم اغتيال مدير المشروع ردوان صاري رحمه الله العقيد ردوان صاري الله يرحمه ورحمه الله اشتركوا في القناة